أنا زميلة عاملين لتقرير أنا مش هقدر أقوله يعني ما عنديش وقت أقوله تخيلوا من يوليو 2004 القبض على ضبط مدير بمكتب وزير الاستثمار مدير في مكتب وزير الاستثمار ده حجام ده جدا وغير عشر تلاف جنيه تخيلوا كل ساعة بياخد قدير هيئة رقابة الإدارية برضو رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بحيدر السلام ايه 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 رئيس قطاع بشركة توزيع النيل للتسويق القبض على رئيس مجلس إدارة والعضو المنتجب للشركة العامة لإنشاءات ورأساء ومسؤولين يعني أنا بس سريعا القبض على صلاح حلال وزير الزراع الرجل الفاسد اللي كان بيتكلم القبض على محامي حمد الفخرين تقدير 3 مليون وكان بيكلم باسم الدفاع ضد الفاسدين القبض على عضو المنتجب لشركة ايجوت للفنادق أثناء تقدير 10 مليون جنيه ضبط كبير خبراء بوزارة العدل أثناء تقدير رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضبط رئيس مجلس إدارة شركة المسؤولات التنمية الزراعية ورد فيها قدرها 200 ألف جنيه القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المسؤولات التنمية الزراعية اللي بتتبع بنك التنمية اللي يتمني الزراع بسم تلقية رشوة مالية قيمتها 200 ألف جنيه ايه الكامل؟ ضبط مسؤول الشؤون القانونية ب desktop وقف بني مصدار بالمينيا لتقدير رشوة مالية 4 مليون جنيه كله كله كل الاقتعات القبض على عامية شرطة بإقدار العامة لإمكافة المخدرات أثناء تلقيرها 200 ألف جنيه القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسا بمبالغ مالية مرقمة القبض نادي عبدو اللي كانت تكاليف ذاتها على الشرف حالة أربع مسئولين مصري للبترول للمحاكمة رئيس حي الرحاب والمسلمين الشمالية ومدريد القبض عليهم قبض سكرتير محافظة سويس أثناء عصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين كشفت أحقاته ذات العدل عن قضية فساد مالي وإقداري داخل أرويقة البنك العقاري العربي ترطب عليها إهدار 22 مليون جنيه كمية الأرقام وكمية الفساد أهو زي ما أنتم شايفين ضبط رئيس شركة مياه الشرب وصرف الصحي بالجيزة بعد التهم والترط والتربع بإسناد الأمر المباشر وعقود 25 مليون جنيه القبض على رئيس شركة القبض للصناعات الغذائية متلبس بتقاضي معرفش قد إيه كم مليون والقبض على رئيس حي الدقي والقبض على رئيس مساحة الجمارك إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه الأرقام دي؟ وإيه الأسماء دي؟ وإيه التخصصات دي؟ إيه اللي بيحصل على رئيس شركة القبض للصناعات الغذائية